والمتبعون لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم علامات ولهم منهج يعرفه كل أحد وكل أحد يتمنه أن يكون عليه وقد رسبه الله سبحانه وتعالى في غير ما سورة في غير ما آية قال الله سبحانه وتعالى قد آفلح المؤمنون الذين هم في صلاة مخاشعون والذين هم عن اللغي معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أمام ملكة عمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم عاد مراعون والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون الذين يريثون الفردوسة هم بها خالدون هذا رسمهم وهذه آثارهم وهذا طرقهم فمن كان على هذه الآيات ومن تمسك بهذه الآيات فهو الناجح في الدنيا والآخرة ويكون فائقا على نظرائه وعلى أشباهه وكذلك الله سبحانه وتعالى في غيرهم آية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أولياء المؤمنون أولياء ليس أنهم تتعاصل ولا تباغض ولا تنافض أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر ويقيمنا الصلاة ويؤتونا الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز الحكيم هؤلاء هم المؤمنون وهؤلاء أهل الوسط أهل الوسطية وأهل الاعتدال على الذين الموصوفنا بهذه الصفات الجميلة الجليلة وكذلك في آيات أخرى بيَّن الله سبحانه وتعالى مزايا هؤلاء العباد قال الله سبحانه وتعالى أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلْ إِلَكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُ أَعْمَاء إنما يتذكَّر أولو الألباب الذين ثم وصفهم من هم أولو الألباب في غير معاية نقول إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب لذكراء لأولي الألباب وكذا من هم أولو الألباب شرحهم في هذه الآيات الذين وفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاغ والذين يسلون ما أمر الله به أن يُوصَل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا امتقاء وجر بهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عادن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب بماذا؟ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار هذه آثارهم وهذه طرقهم وهذه صفاتهم الجميلة التي بيَّن الله أن هؤلاء هم أهل الصدق وهؤلاء هم المتقون فما قال في آخر آية البر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إذن يعني لا يسمى مؤمنه صادقا في إيمانه إلا إذا تصف بهذه الصفات ولا يسمى متقيا إلا إذا تصف بهذه الصفات وهذا هو معنى الوسطية شكرا شكرا شكرا